اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين أيها الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتق اليوم لنتذكر أخاً كان في الأمثل قريب خير من يجمعنا رجلاً كان شعلةً وقادة تنبض بحب الإمارات وتسعد برفق راية الثقافة الوطنية عالياً سمى بالعمل التقافي نحو آفاق بعيدة وعلى بمشاريع الإبداع نحو سماوات عالية وزرع غراس الابتكار والتفوق فأزهرت حدائق الفكر الإماراتي بفضل إسهاماته نبدأ ملتقان هذا بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مؤلماً وموجعاً لقلوب محبيه ولكننا جميعاً لا نملك إلا أن نسلم بقضاء الله وقدره وأن ندعو لفقيدنا بالرحمة والمغفرة أن يتغمده الله بواسع رحمته وعظيم مغفرته نستمع وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم مع فضيلة الشيخ عبد الله لبريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازاً حدائق وأعناباً وكواعب أتراباً وكأساً دهاقاً لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاباً جزاء من ربك عطاء حساباً رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاباً يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً إنا أنذرناكم عذاباً قريباً يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً صدق الله العظيم هل من رثاء لائق ليبلسماً جرحاً بروحي يا محمد مؤلماً جرحاً ويغرز في القلوب سيوفه عمق الفجيعة في رحيلك عازماً في ذروة العمر الشباب مودعاً أهلاً وصحباً أسكنوك الأنجماً فبكاؤنا لا لن يعيد فقيدنا وبكاؤنا مرّاً يجيء وعلقماً إننا نجتمع اليوم لنتذكر ما كان الفقيد يتحلى به من مآثر الخصال كيف لا؟ وقد ترك رحمه الله في نفوسنا جميعاً أطيب الأثر فما من واحد مننا إلا رأى كيف حرص الفقيد على أن يكون قدوة للشباب الإماراتي أو شهد له موقفاً إنسانياً نبيلاً يفتخر به مع كلمة سعادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بسم الله الرحمن الرحيم معالي الشيخ السلطان بن طحنون آل النهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة أصحاب المعالي والسعادة الأخوة والأخوات الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اليوم نقف فيه جميعاً وقفة استذكار وإجلال وتقدير تختلج فيها مشاعر الحزن والأساء على فقيد الوطن والثقافة والأدب والتراث المخفور له بإذن الله تعالى محمد خلف المزروعي نسجل لفقيد الثقافة الإماراتية والخليجية والعربية بمداد من الفخر والكبار دأبه على العطاء والإبداع وبصماته الوطنية الخالصة والمتميزة عبر أكثر من عقدين من الزمن في المسيرة الثقافية والتراثية والإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولا سيما دوره التأسيسي في مسابقة أمير الشعراء وبرنامج شاعر المليون والمعرض الدولي للصيد والفروسية وغير ذلك من الأنشطة الثقافية والتراثية ومسؤولياته القيادية الأخرى لقد عاصرنا جميعاً فقيد الثقافة الإماراتية عن كثر وهو يسهم في الإشعاء الثقافي المتلألة لدولة الإمارات العربية المتحدة على المستويات الوطنية والخليجية والعربية ويقدم في الوقت نفسه رؤيته لأجياءنا الحاضرة وفي المستقبل والمراتب المتقدمة التي ينبغي أن ترتقي إليها دولة الإمارات العربية المتحدة في ميادين الثقافة والأدب والشعر والإعلام والفروسية والصيد وغيرها وبخاصة حرصه وعمله الدؤوب لتكريس العاصمة الحبيبة أبوظبي عاصمة ثقافية عربية تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل النهيان رئيس الدولة حفظه الله وسيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل النهيان وليع أحدى أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلح وإن كان لنا من كلمة نقولها في هذا اليوم فلا نقول سوى أن محمد خلف المزروعي موجود بيننا اليوم وكل يوم وذكراه العطرة منتشرة في كل مكان تغمدك الله أيها الفقيد وواسع رحمته وألهمنا وذويه وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحب محمد خلف المزروعي بلاده حباً لا يضاهيه حب وترجم ذلك الحب في سعيه الحثيث لترسيخ قيم الهوية الوطنية وحفظ التراث المعنوي والمادي وتعزيزه وإعادة تأهيل المتاحف والقلاع والكثير من المشاريع والمبادرات الطموحة نشاهد معاً فيلماً وثائقياً عن الفقيد من إعداد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أن تنجب أمثال أبو خلف محمد خلف المزروعي فقد كان رحمه الله نعم الإنسان الوفي لبلده وقيادته وشعره لا أجد تعبيراً أكثر دقة لوصف علاقتنا بالتاريخ أكثر من الغول إنما نحن تاريخنا فكل واحد مننا إنما يجسد ذلك الموروث الثقافي والفكري والاجتماعي وهو ما سنتركه لأبنائنا وأحفادنا يحفل سجل فقيد الوطن بالعديد من المواقف الفكرية والثقافية والوطنية المشهود لها وقد تجسد شعاره المعروف الولاء ثم الولاء ثم الولاء للوطن والقيادة في أعماله التي وضعت حب الوطن والبذل في سبيله والولاء لقيادته الرشيدة في مقدمة الأولويات فانعكس ذلك في مشاريع راقية ملؤها الإيمان والاعتزاز بتاريخ الوطن وقيمه الأصيلة والتأكيد على أهمية استدامة الهوية الوطنية المستمدة من التراث الإماراتي القائم على المشاركة في الجذور والمصير محمد بيبقى بذكره بيبقى بأفعاله وكل ما تجددت المهرجانات وكل ما تجددت المناسبة بيتجدد اسمه محمد وأعتقد أن محمد يعني من الناس اللي صعب يمر التاريخ أو ينسى اسمه أعتقد محمد رحمة الله عليه سجل النفس مكانه في تاريخ دولة الإمارات يعني مات النساء شغل المزروع رحمه الله خلال رحلته العملية العديد من المناصب في حقل الثقافة والتراث كان في كل منها مثالا للرجل الطموح المؤمن بقدرة وطنه شعبا وقيادة على المضي قدما نحو مستقبل باهر مستفيدين من تراثه مزاخر بالقيم والمثل العليا واضعا نصب عينه ترسيخ أبو ظبي عاصم الدولة الاتحاد كملتقا ثقافي عالمي وهو ما نجح في تحقيقه بشكل نال إعجاب العالم كله المرحوم بخلف كانت آخر كلمات قالها كان في الاحتفال الأظنى كان في المزاينة وأكد على أن كان قبل اليوم الوطني فأكد كيف أن دائما راية العالم وطننا تكون مرتفعة وكيف أننا يجب أن أيضا دائما نتفخر في كيف وطننا مستهر وكان هذا بحد ذاته يعني جملة خلنا نقول تعكس روح بخلق في التفاني والعمل من أجل ازدهار هذا الوطن كان هذا الإنسان حاضر في خدمة هذا الوطن كان في الخط الأول فيما يقدم لهذا الوطن والتصدي لكل من يريد الإساءة لهذا الوطن وهذا كان على حساب على حساب وقته وصحتي التزامات الأسرية الإنسان هذا ما كان فاتح بيته للناس فقط كان فاتح قلبه أيضا للناس وكان يعني مستعد يستقبل أي إنسان ويستمع إلى أي مشكلة لأي إنسان ويتفانى الحقيقة في مساعدة الآخرين وخدمتهم وإن كانت ليست له علاقة بها لكن من باب خدمة الناس ومساعدة الناس إنجازات محمد خلف المزروعي خلال عشر سنوات فعلا يعجز عنها الكثيرون أنه يقدمون في قرون قدم لأبو ظبي والعالم العربي باقة من المشاريع الثقافية المشاريع التراثية اللي راح يخلدها التاريخ هذه المشاريع اللي جعلت لإمارة أبو ظبي شأن في الثقافة والتراث وجعلتها عاصمة للثقافة والتراث بالعديد من المبادرات اللي كان محمد خلف المزروعي يتحدى ويقدم عليها في كثير من المبادرات اللي قام فيها محطي مصلحة الوطن ومصلحة الدولة كهدف أساسي طبعا كل المبادرات هذه أدت ثمارها وكلنا اليوم نشهد بالإيصار والنجاحات اللي وصلها الله يرحمه كان مثال الشباب المواطن تعددت المهام التي اطلع بها أبو خلف رحمه الله فقد شغل منصب مستشار شؤون الثقافة والتراث في ديوان سمو ولي عهد أبو ظبي وعضو مجلس إدارة هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة كما شغل منصب المدير العام لهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن مهمة صون التراث في أبو ظبي خصوصا ودولة الإمارات بشكل عام ترأس رحمه الله لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية وكان فاعلا رئيسيا في نجاح عدد من أهم الفعاليات الثقافية والتراثية التي شهد لها العالم كله بالنجاح حقق إنجازات كبيرة جدا عمل التغيير جدري في المشهد الثقافي الإماراتي والعربي والعالمي لكن في نقطة مهمة جدا هو كان أبعد ما يكون عن أنه نسب أي إنجازات له شخصيا كان دائما خبرنا أنه هي إنجازات أبو ظبي إنجازات أهل الإمارات إنجازات دار زايد دار زايد هي كانت أجمل كلمة بحب يسمحها المرحوم محمد خلف المزروع كانت بداية جهود أبو خلف رحمه الله عام 2003 حينما أخذ على عاتقه إطلاق فعالية المعرض الدولي للصيد والفروسية الذي نجح في تحويله خلال فترة وجيزة من مناسبة محلية إلى مهرجان اقتصادي وسياحي وفلكلوري من الطراز الأول ببعدين إقليمي وعالمي يحفل سجل المزروع رحمه الله المضيء بإطلاق إثنين من أنجح البرامج التلفزيونية في العالم العربي برنامج شاعر المليون الذي يعد الأهم على الإطلاق في مجال الشعر النبطي وبرنامج أمير الشعراء الذي يتصدر البرامج المهتمة بالشعر العربي الفصيح في كل مجال لهذا الرجل كان بصمة كبيرة جداً وبصمة تشهد على هذا العقل المستنير وهذه الروح الثقافية العالية التي تربط ما بين الفكر وما بين التطبيق الواقعي ربطاً جميلة جداً يعني من الذي كان يستطيع أن يتخيل أن الشعر ممكن أن ينتج برنامجين عاليان جداً في المستوى ويرفعان الإمارات ويرفعان أبو ظبي معهما في نفس الوقت شاعر المليون أمير الشعراء هذا برنامجان من العبقرية بمكان لأنه حققت الأمر أن الشعر جامد وجاف أما أن يبنى عليه مثل هذه البرامج التي استخطب الجماهير في كل مكان في الوطن العربي وفي خارج الوطن العربي فهذا شيء مذهل الحقيقة للغاية برنامج الشعر المليون أزعم أن تظاهر ثقافية شعبية نابعة من قلب الجزيرة العربية وانتشرت إلى العالم كله وإنها خرجت من القلب وصلت إلى القلوب وهذا الرجل هو رجل المحرك وراء هذا المشروع هذا المشروع حقق إنجازات من ناحية تغيير النسيج الاجتماعي من ناحية إظهار مواهب كانت مطموصة في خضم كفهات نراها في الإعلام برنامج أعاد إلينا قلبا وقالبا المفاهيم التي تربينا عليها منذ صغارنا ولم تكن موجودة لأنه فيه مدخلات ثقافية كثيرة حاجمتنا من كل حد بنوصوب من فضائيات من ثقافات خارجية إلى آخره ولن نتمسك بالجذور الكافية التي تخلينا نقف أمامها وكل مشروع ده كان نقطة الانطلاق ونقطة البداية كل المؤشرات اللي بتقول إنه إنسان ينجح كانت موجودة في ذلك فجل وصعب إن إحنا نلاقي حد تاني زي أبو خد من ناحية الإنسانية من ناحية الإنسانية كان أخ كبير أخ بجد إنسان كريم وإنسان الكريم يحب الله والناس بيته دايما مفتوح مجلسه مفتوح حتى لو اختلفت معه يعني حتى لو اختلفت معه فأي لحظة تحس إنك ممكن تدخله مجلسه وتتكلم معه وهي قابلك بنفس الترحاب ما ينقصش خلال أقل من سنتين من عمر هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث تحت إدارته تألقت في سماء أبو ظبي العديد من الإنجازات في مجالات الفن والثقافة والتراث والرياضة منها مهرجان أبو ظبي للسينما وأكاديمية نيويورك أبو ظبي للفيلم ومهرجان أنغام من الشرق وجائزة الشيخ زايد للكتاب ومشروع كلمة للترجمة إلى العربية ومشروع موسيقى أبو ظبي الكلاسيكية وإطلاق مهرجان الظفرة ومهرجان ليوى للرطب وبرنامج الشارة التراثي الثقافي ومجلة شاعر المليون ومجلة شواطئ باللغتين العربية والإنجليزية وقناة بينون الفضائية وتأسيس أكاديمية الشعر وبيت العود العربي وإطلاق فعالية معرض فن أبو ظبي إضافة إلى النقلة النوعية التي شهدها معرض أبو ظبي الدولي للكتاب من حيث التنظيم والمحتوى كثير من الإنجازات اللي نشوفها واضحة وملموسة ونقدر نشوفها بعيننا من إنجازات أبو خلف مثل المهرجانات الثقافية اللي صارت في الفترة الأخيرة في أبو ظبي آخر عشر سنين عندك البرامج اللي تطلع على قنوات أبو ظبي للإعلام منها برنامج شاعر المليون برنامج الشارة هي تعتبر برامج ثقافية تراثية منها حافظ على التراث محافظة أيضا على التراث من خلال المهرجانات التراثية مثل المزاين الضفرة مهرجان ليوى للرطب من خلال أيضا الأوباريتات الوطنية اللي كان دائما يحرص على استخدام الموسيقى التراثية فيها أو الألحانة الموسيقية التراثية محمد خلف حالة نادرة في الإدارة وبالتحديد استلم إدارة هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث فأنجز أمبراطورية للثقافة والتراث صدر الثقافة صدر التراث كان يسعى جاهدا إلى إظهار الموروث الشعبي الإماراتي إلى الضوء ونصح التابير لا يذكر اسم محمد خلف إلا وتذكر معه إنجازاته في دعم جهود حفظ وتوثيق التراث الإماراتي بشقيه المادي والمعنوي ومن ذلك افتتاح قلعة الجاهلي بعد ترميمها وتحويلها لمنارة ثقافية وتعزيز مشاريع التنقيب عن الآثار وترميم المبانئ التاريخية ومشروع تجميع الثقافة الإماراتية المكتوبة والشفاهية تكللت الجهود التي قادها محمد خلف رحمه الله من خلال فرق العمل المخلصة عام 2010 بتسجيل الصقارة كتراث إنساني عالمي في منظمة اليونسكو ضمن قائمتها التمثيلية للتراث المعنوي غير المادي وبتسجيل مدينة العين كأول موقع إماراتي في قائمة التراث المادي لليونسكو عام 2011 محمد قام بعمل ملحوظ جدا في الدولة وخارج الدولة في مجال التراث يعني أحيا أشياء من التراث كثيرة مفتقدينها المواطنين وتجهل الناس كثير لا سبيل المثال هي المعروفة للأعمال اللي كان يقوم بها الله يرحمه وكان مصخر وقته كل للتراث والحب الوطن وخلال سنوات مسؤوليته عن شركة أبوظبي للإعلام تم إطلاق نشرة أخبار علوم الدار التي حازت على اهتمام شعبي ورسمي رفيع المستوى كما صدرت صحيفة The National كأول صحيفة باللغة الإنجليزية في أبوظبي وقناة National Geographic أبوظبي وانطلقت قمة أبوظبي للإعلام فضلا عن منحه الفرصة للعديد من المواهب الإماراتية التي حققت نجاحا وحضورا فاقت توقعات الله يرحمك بك أبوظبي كالرجل وكإنسان وكمسؤول وكأخ وكأب وكصديق لأن هذه الشخصية التي أتكلم عنها اليوم شخصية استثنائية بكل ما تعنيها الكلمة كل ما تعنيها الكلمة كل إنسان اختلط بهذا الشخص أو قابله أو عمل معه يشعر بأنه شخص متفرد غير سبحان الله الله يعطلنا يعني الله يرحمه كان يعطلنا الشخصية ولكارزمتك وأيضا الحضور المبهر بتوابع مبهر غريبة شخصية غريبة استثنائية هذه الشخصية التي أتكلم عن اليوم من جانب خدماتها للتراث أو أعمالها التي أعملها للدولة أنا قاعد يمكن ساعتين مش في هذا الكلمة البسيطة يمكننا رح نعددها لأنه أشياء كبيرة لكن مختصار رح أقول محمد خلف كان نقله في عالم الإعلام والتراث والشعر والأدب والثقافة الصعب أن مثل هذا الشخص يتكرر في تفكيره في تخطيطه في بناءه لفرق العمل اللي تعمل معه محمد خلف المزروعي بالنسبة لنا نحن اللي اشتغلنا معه عن قرب أنا يعني من سنوات طويلة مع محمد خلف المزروعي يمكن قبل ما أنتقل للعمل في هيئة الثقافة والتراث كان فيه أعمال شاركت فيها يمكن لمست من هذا الرجل حبه للعمل اللي يأديه وما كان يعمل معانا كشخص إداري يعطي أوامر للتنفيذ كان مشارك في التنفيذ كان شخص ما يشعرك أنه يعني مجرد مدير أو مسؤول كان يشعرك بالقرب كان يشعرك أحيانا في بعض الأمور تصل إلى درجة كأن أنت تعمل مع أخوانك في بيت واحد أحيانا طبيعة العمل نفسه ما يشعرك أنه عمل بقدر ما يشعرك أنه هواية أنت قاعد تسويها هواية تحبها وتحب تعملها حياة المرحومة الله يرحمه وقف البوخلاف كان من خيرة الشباب الموجودين في الهيئة وحط لمساته وبصماته موجودة في الهيئة في التطوير في تطوير الشباب في التطوير الكوادر الوطنية موجودة بوخلاف هو من الوطنيين من الشباب الوطنيين من الطراز الأول مهما نحن تكلمنا في بوخلاف أعتقد أن البعض ما راح نوفي حقه سوى كل شيء يا رب يطول عمار الشيوخ هذا من فضل الله من فضل الشيوخ حطه في مكان الزين ونجح وبعدين هو ولد البندة لازم أنه يمشي على طريق معازيبة يمشي على طريق معازيبة ما يبر ونجازاته وايد ومعروفة وايد وايد أتكلم لكم اليوم لين باكر هنا فقدنا يعني يعني غالين الشيخ زايد رحمة الله عليه وأمثاله من المؤسسين من الشيوخ فقدنا يعني رجال كثير خدموا هذه ومحمد واحد منهم فحقيقة هذه لها خلاص يعني الرسالة التي توصلنا أننا اليوم إنه محمد وغير خلاص يعني سجل اسمه في خدمة دولة الإمارات محمد وضع بصمته في دولة الإمارات وحط له مكانه يفتخر بها هو ويفتخرون بها عياله ويفتخرون بها أهله الدور علينا نحن الآن كل واحد مننا يدور لمكان وهذا المكان أصبح زحمة لأن الكل الآن يتنافس على خدمة دولة الإمارات ما رحوم الله يرحمه كان يعامل الناس كأخوان كله القريب والبعيد وبنعمه واللي ما يعرفه كله نفس الشي وهي ريالي ما يرده ولا يقول له صبر شوي ويبشر بالخير أي حد مريض الدين عرس حد عنده عرس يبع عانية يبع شي يبع دوام يبع الشيخ يبع يدخل على الشيخ يسير له يسير عنده خلافة كان في مصر ولا كان في ليبيا ولا كان في تونس ولا كان في أي بلد كان يجونه كلهم يجون عنده خلافة هو اللي يعرفونه كان طاير قال له صير صير عنده خلافة ما عنده حد نيعرفونه ألا البيت هذا يا رب يطول عمره الشيخ ليه والشيخ محمد فتحينه وحطوا الريال اللي يستاهله حطوا يدربهن ريال كافو في الموراي كافو حطوا الحمد لله الله يرحمه بخلاف ويعوضنا عنه بخير بإذن الله تعالى ويعوض الإمارات التي كان يحبها حتى الثمالة لم تكن له وصية معلنة بين الناس إلا أنه دائما يقول إذا مت كفنوني بعلم الإمارات مش مرة واحدة عدة مرات وفقد حدث ذلك الله يرحمه أبو خالف ويرحمه جميعا برحمه وجه السعد والمسره والهناء نجمه أفل من سمى الدنيا وغاب محمد الجود للا شنحنا يشل متنه يشل يشل الثقيلة والصعاب محمد الجود للا شنحنا متنه يشل الثقيلة والصعاب واليوم نصفق عليه كفوفنا جلوقت دي ما حسبنا لحساب قصبا علينا ولو ما ودنا ولا على قدرة المولى عتاب عليك يا صاح حزن قلوبنا حزن المسقي على سيل الشعاب درى درية بغطي بلجنا والموس مخلف سنة برقه عاب أكبر خسارة علينا كلنا فراق زبن المجنة والركاب ننعاك ننعاك والناس تنعا حظنا حجزت مقعد ذهاب بلا إياب والدهر كشر نيابه ضدنا من عقب من تقلعت هنا بناب رحم الله أبو خلف الذي كان مثالا بارزا لقيم المبادرة والتعاون في تحقيق الإنجازات وهو ما تحتاجه الأوطان الطامحة نحو العلا محمد خلف المزروعي قامة واستخدامة قامة موسيقى 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 اشتركوا في القناة على العالم العربي كله فمن مشروع كلمة للترجمة الى مشروع قلم وشاعر المليون امير الشعراء واكاديمية الشعر العربي والمعرض الدولي للصيد والفروسية ومهرجانات التمور والصقارة كان محمد خلف يتنقل بهمته العالية وطموحه الذي لا يحد مسابقا الزمن حتى كأنه ينجز في يوم واحد ما يحتاج سواه الى اسابيع لانجازه مع قصيدة للشاعر كريم معتوق امير الشعراء في الدورة الاولى سلام من الرحماني موصول بالرحمة سمو الشيخ سلطان مطحنون شكرا على الحضور سمو الشيخ محمد بن سلطان شكرا على الحضور سعادة الدكتور جمال سند شكرا ان جمعتنا شكرا للمركز الامارات هذا الصرح العظيم الذي يلتفت الى هذه البادرة الطيبة باحتفاء برمز من رموز الدولة وحين يشعر الانسان بانه المعزي والمعزة تقصر دونه الكلمات وثثقل من منا لا يتوجب عليه تعزيته بالفقيد والدولة بكامل اشجارها ونخيله تعبه فلنختصر العزاء بسمو الفريق اول الشيخ محمد بن زايد عن هيان وبكتيبة الأدباء والمثقفين في الوطن العربي وبأهل الفقيد حتى آخر جينة من جينات الدولة كلنا نعز بمحمد خلف المزروعي ولا نعزي به فقط هذه القصيدة كتبت في اللحظة الأولى في المشهد الأول كتبتها من وجوه الأصدقاء في يوم الرحيل الأول من الأخوة لا أريد أن أعددهم ولكن شاهدنا الكثير منهم هنا وكان المشهد صادما ولم أحاول أن أهذب هذه القصيدة أو أشذبها أو أضيف عليها إيّة إضافة رغم ما جاءني من شعر أحببت أن تكون هي الزفرة الأولى فاغفروا ما بها من حزن ومن ألم ومن ضيق إن كان بها ذلك فوالله إنها مشهد اللحظة الأولى حزن القوافي حدقت في القلب يوم الضعني فانكسر ما مت وحدك موتا بعدك الشعر ما سرت وحدك لكن جزت موكبنا فكلنا في زحام الموت قد حشرا فكلنا في زحام الصف قد حشرا موتهم الناس فوق الأرض قاطبة تحيا وتحت ثراها الصيد قد قبر ناس على الأرض تمشي دونما أثر وأجمل الناس يبقي خلفه الذكرا محمد الطيب لا أبكيك من فزع قد أيقظ الخوف في أعصابي الخدرا وارتد جمرا فهل سانت أخيلتي أم أن حزن القوافي أيقظ الصورا كأنما الحب نهر في مسيرته يجري وينثر من أكمامه الشجرا أو أنه الغابة الصغرى وتتبعه ثقافة الحر كيما يحصد الظفر والموت يا صاحبي مثل الصديق غدا يختار صحبته إن غادروا حضرا حدقت في الصحبي لم أبصر سوى وجل وهيبة الموت فين اغتالت الفكرا وغص بالريق قلبي مذرآ خلفا بصمته لاذا أو في صمته استترا قد عشت في الأفق كالأقمار مرتفعا ونحن في اللحد جئنا ندفن القمر قد عشت في الأفق كالأقمار مرتفعا ونحن في اللحد جئنا ندفن القمر ما يوم دفنك إلا دفن فرحتنا فاغفر لكف تهيل الرمل والحجر وغص بالريق قلبي مذرآ خلفا بصمته لاذا أو في صمته استترا قد عشت في الأفق كالأقمار مرتفعا ونحن في اللحد جئنا ندفن القمر ما يوم دفنك إلا دفن فرحتنا فاغفر لكف تهيل الرمل والحجر واغفر لحزن بدأ خبأته خجلا كي لا تطيل على أحزاننا النظرا وكان حزنك أن تلقى أخا حزن يستكتب الحزن أو يستنطق السيرا حتى إذا جاء مذعورا وثبت له كي ما تقيل الخطى إن ماذا أو عثر قد كانت الدار أغلى ما وصفت لنا وكانت الدار في تاريخك القدر أعطيت للدار ما أعطيت فاتحدت مشيئتان وحب قط ما فترى تذود عنها بما أوتيت من سعة في القول فيها بما من صدرك همر وهارحلت عن الأصحاب مكتفيا بما قضيت بعمر مر واندثر كأنما الموت صياد بمخلبه يمشي بعدته جهرا ومستترا وحط فوق بلاد الخير معطفه وخاط فيها كمينا يربك البشر واختار بالحق من مألت قوادمه فصاد منا الثمين الماجد الحذر لا أسأل الله إلا رحمة وسعت إلى الشقيق الذي قد أزمع السفر شكرا كان محمد خلف المزروعي رحمه الله مثالاً يحتدى في دماثة الخلق واتقاد الذكاء ونموذجاً في العمل الجاد الدؤوب خدمةً للوطن العزيز وبفضل إسهاماته وغيره من أبناء الدولة اعتلت الإمارات الذرة العلياء وحصدت الثناء من مختلف الأنام قاصيهم ودانيهم مع الأستاذ سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر العربي في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بسم الله الرحمن الرحيم كل الشكر للشيوخ الحضور والإخوان الإعلاميين والمحبين محمد خلف المزروعي محمد خلف المزروعي الحضور لا يعرف الغياب وهل يغيب الشخص عن الوجود بمجرد رحيله عن الدنيا وهل كل من يعيشون بيننا أحياء هناك العديد من المقولات التي تتفق على أن الحياة الحقيقية للإنسان تكون فيما ينجزه وأن العمر الحقيقي يحتسب بسنوات إنجازاته لا بالفترة التي تكون منذ ولادته إلى وفاته ورغم رحيله منذ أسابيع قليلة وهو في قمة عطائه وإنجازاته ونجاحاته إلا أن شخصا مثل محمد خلف يبقى حيا في أرض الواقع وفي ذاكرة لا تعرف النسيان إن لهذا الوطن داكرة لا تنسى من عمله لأجلها وضحها بوقته وجهده لخدمتها لليوة وأهلها ونخيلها ورمالها التي ركضت قدمها محمد خلف على حباتها يوما داكرة لا تعرف النكران والجحود لمن زرع في أرجائها بذور حب هذا الوطن ورفعته وللثقافة الإماراتية ذاكرة تعرف جيدا من أخذ بيدها يوما وحلق بها عالميا عاليا حتى بلغت آفاقا عالميا للشعر بأمواعه لمسابقتين شاعر المليون وأمير الشعراء لأكاديمية الشعر للفنون بأشكالها للسينما ومهرجاناتها للموسيقى وآلاتها للإعلام بكافة قنواته وأشكاله وبسائطه لمعرض السيدب الفروسية وفعالياته لمهرجانات المزاينة لمهرجانات الرطب لمشروع كلمة للترجمة لمعرض أبوظة بالدولي للكتاب للقلاع والمتاحف والأغاني الوطنية والمهرجانات والأبريتات والإنجازات ومشاريع أخرى عديدة لها جميعا ذاكرة تعرف جيدا من هو محمد خلف المزروعي وما هي البصمة التي تركها في ذاكرة كل منها لم يكن فقيد الوطن شاعرا لم يكن كاتبا أو مؤلفا أو باحثا أو فنانا لكنه كان مثقفا حقيقيا وقائدا واعيا ومديرا مخلصا لوطنه وعمله محبا لكل تلك الفنون وأشكال الثقافة والعدب محبا للمثقفين والأدباء والفنانين محبا لجمهور الثقافة والفنون وأخا للجميع وهذه المواصفات كانت كفيلة لصنع قائد ناجح يقود ويدير منظومة ثقافية ناجحة من عمل معه يعلم كم الإنجازات التي تحققت على يديه وحجمها يعلم جيدا أن نجاحاته لم تتوقف عند مستوى معين وأن الفقيد كان يؤمن تماما أن خدمة الوطن يجب أن تكون بلا مقابل وأن الإنسان يجب أن يبادر إلى ذلك دائما قبل أن يطلب منه وأننا مهما فعلنا فلن نوفي الوطن حقه كان الوفاء إحدى الصفات التي عرفت عنه ولمسناها جميعا فيه كان وفيا بامتياز لهذا الوطن وقادته وفيا لمن عملوا معه يوما وفيا لمن قدموا إنجازا ولو كان بسيطا لهذا الوطن وفيا لمن درس يوما على أيديهم وفيا لأصدقائه وكان يشير إلى صفتين متلازمتين يراهما مهمتين في الإنسان حتى يكون جنديا مخلصا لوطنه وقادته هما الوفاء والولاء ولم يكن توفرهما يقتصر عنده على الأفراد فقط بل وحتى في المشاريع الثقافية كان يرى ضرورة تعزيزها لمعاني الوفاء والانتماء للوطن وقادته في نفوس أبناء الوطن كان يملك قلبا محبا لقادته وطنه وتراث وطنه وأبناء وطنه كان يملك فكرا نيرا محبا للسلام والتسامح كان يضع ثقته في من يعمل معه بإخلاص مؤمنا أن تحقيق النجاح لا يتوقف على وجود شخص واحد أو موظف أو مدير بل يجب أن يشارك الجميع فيه وأن يستمر حتى وإن غاب فلان أو فلان كان يملك تواضع الكبار وتسامحهم ونخوتهم وشهامتهم فكيف لا يجد كل ذلك الحب من القريب والبعيد وكيف للشاب في مقتبل عمره اجتمعت فيه كل تلك الصفات القيادية والإنسانية التي عرف بها أن لا يحسد النجاح تلو النجاح أذكر جيدا أنه كان دائما في الاتصالات التي تأتيه أو اتصل فيها بمن يعرفهم عندما يودعهم كان يردد دائما الله لا يحرمني منك ولا من وصلك واليوم نقول نسأل الله أن لا يحرمنا اللقاء به اللهم ارحمه واغفر له وصبر قلوبنا على فراغه السلام عليكم فقيدنا الراحل كان نموذجا فريدا ورجلا خلاقا للمبادرات والعمل المخلص الدؤوب في خدمة وطنه على أكمل وجه وشكل مرحلة مهمة من مراحل التطور الثقافي والتراثي لمدينته التي كان يعشقها وجمع في مجلسه الشعراء العرب من كل حدب وصوب وربطته بهم صداقات عميقة مع قصيدة للشاعر العراقي الكبير عباس جهشان فليتبط سمو الشيخ سلطان بن طحنون سمو الشيخ محمد بن سلطان الدكتور جمال السويدي اللواء فارس المزروعي السادة الحضور السلام عليكم محمد خلف المزروعي صديقي قبل أن يكون مديري ومسؤولي الإداري فصعب علي أرث صاحبي هذه المدة كنت أطاوع نفسي بالكتابة ولكن البارحة قلعت القصيدة بسم الله أبدي الخالق المعبود وصلع لنا بالهاشم العدناني إذا صاحب صحيب ما أخونا وياه والقاصي يعرفني ويعرف الداني أنا سيد القوافي الماعصن بيوم آمرهن أمر بس يعصنقراني أهدهن مثل خيل مجذلات بريح يطولي المسافة وغيرنا يعاني صحيح أنا الغريب المات عرف الناس بس أنا ذخر خرزة سليماني صحيح أنا الغريب المات عرف الناس بس أنا ذخر خرزة سليماني أنا عصات موسى تبلع الآفات ودقل جرس للرأة ينسأل ما أبتشب دمع رغم ما أبتشب دمع من كثر بي يهموم أنا ربيت حزني وحزني ربان وما أرثي صديقي وما أقلكم مات حتى على الهجر ما أعود السأل ما أرثي صديقي وما أقلكم مات حتى على الهجر ما أعود السأل أشوفه بشاعر المليون قاعد راس وأنا خلف المستهل بالموقع الثاني أشوفه بشاعر المليون قاعد راس وأنا خلف المستهل بالمقطع الثاني وبعيد الوطن يرجف بخلوف وبالظفرة لقيت محمد يتاني وبعيد الوطن يرزف وبخلوف وبالظفرة لقيت محمد يتاني وبوم زاين رطب لحل الرطب نبراس رطب دباس تمر خلاص بستاني اماراتي من الجدم للراس اماراتي لأن من الجدم للراس يحب شيوخنا يحب شيوخنا وما عند حق ثاني اماراتي لأن من الجدم للراس يحب شيوخنا وما عند حق حب ثاني علمني احب هذا الوطن للموت وطن زايد فخر لو صار عنواني علمني احب هذا الوطن للموت وطن زايد فخر لو صار عنواني لا تعتب عليه لما نصيح بصوت هذا الصوت مني احماق وجداني محمد صاحبي وقط ما محمد صاحبي وقط ما قطع وياي شايني على تشفة شموع بصواني وما حسيت بالغربة أبد والله عشت ما بين أهل وبي أخواني ما حسيت بالغربة أبد والله عشت ما بين أهل وبي أخواني تذكر من دلتلك اليشنة بالذات قال مو أنا عليك الشيخ وصاني تذكر تذكر من قلتلك ليش أنا بالذات قال مو أنا عليك الشيخ وصاني ليش استعجلت يا محمد الترحال بعد بأول بصار العمر فاني أمير الشعري ينتظرك تجي وتشوف يا نهر القواف وبحر الأوزاني لو تدري يا فارس لو تدري يا فارس قبل ما عزيك مثل الناس جان الشعر عزاني محمد كان بيرغ يحدي بالشعار ومن بين الحداهم قدمت آني محمد كان بيرغ يحدي بالشعار ومن بين الحداهم قدمت آني لجل هذا الوطن قال لنا كل شي يغوني ونحط عقلنا في وسط العيالي بعدنا على الدرب يا صاحبي ماشيني وبعد وعد عقن الوطن اللوراء دينخاني الله اللي يرحمك يا صاحبي ولجزيك وللهمنا صبر نعمة نسياني وللهمنا صبر نعمة نسياني ستفتقدك يا أبو خلف منابر الشعر وساحات المهرجانات الثقافية ومشاريع الثقافة الوطنية فقد خسرت رجلا يتلقف كل جديد نافع ويرسم دروب النجاح بنجاح رجلا هو من نسيج هو نسيج فريد في الابتكار والإبداع وعزاؤنا الوحيد أننا نرى آثار خطواتك تشهد بعمق انتمائك وبصماتك جلية في كل ركن من أركان العاصمة أبو ظبي وأعمالك ناطقة بكل سجية ومعبرة عن سعيك في طلب المعالي وقد نلت قصب السبق جزاك الله عنا كل خير وأجزل لك الثواب وقد حللت في داره وهو الكريم الجواد مع قصيدة للشاعر سيف المنصوري شاعر المليون في الدورة السادسة بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ سلطان بن طحنون يا مرحب ومسهلة شيخ محمد بن سلطان يا مرحب ومسهلة شكراً دكتور جمال سند السويدي على هذا الملتقى اللي جمع القلوب في حب رجل من هذا الوطن المعطى وشكراً فارس لسعادة اللواء فارس بن خلف المزروعي على سعة صدره الجميع من كان يسع صدر محمد خلف أبهم يقول سكرت قافي عن جميع المواضيع والروح ما ياها سعى في وزاها عقب الغياب اللي بليت وديع اللي يخلي العين تذر في دماها والصدر كضتها الظلوع الخواشيع حتى تضيق خافقه من وراها في فقد خوي في فقد خوي اللي يذب المطاليع كم فرجة من قبل توطى وطاها يا ابو خلف يا ابو خلف عزة حروف الموديع وكم كلمة مطاع يظهر خفاها فقدك يروع والحزن لاهتسانيع ومن لا بك فرقاك عينه شكاها يبكونك شيوخا تضك المجاميع ودموعها تشرح لنا عنعناها ويبكونك اللي ذكرهم فالعرب ذيع وأهل البيوت الطائلات وذراها ويبكونك أهل الذود في معشب الريع في خايع الظفرة ومظلم سماها ويبكونك أهل مقرنسات مفاريع وتربط طيور القنص ما تباها ويبكونك الشعار ببيات توديع كأن الحزن يتلبس اللي قراها حزنك بحر ما هو بملك المجاريع كم غارق في بحر حزنك وتاها حزنك حزنك بحر ما هو بملك المجاريع كم غارق في بحر حزنك وتاها لكن موتك حق له أمر وانطيع والنفس بمر الله تسيرت هواها ولكن ذكرك حي بين المواضيع وطريك نحيي به قلوبنا دلاها وبشرك مجلسك طلق المصاريع يحوير جالب ضفته ويتباها وبشرك مجلسك طلق المصاريع يحوير جالب ضفته ويتباها مدام صوت المرحبة له تشاريع وعد الدلال يفوح زاكي شذاها وبشرك دون الوطن ذكرنا شيع وارواحنا نبضى البلاد وفداها وصيتك يوم اللي يالي مرى بيعيونكم ستر البلاد وغطاها وصيتك وبشرك دون الوطن ذكرنا شيع وارواحنا نبضى البلاد وفداها وصيتك يوم اللي يالي مرابيع اعيونكم ستر البلاد وغطاها يلا عسى قبرك رياضة مفاريع وفي جنة الفردوس روحك مشاها معاد عقبك نستلذى المواضيع اللي يتلل لأهل القصيد معناها عسى الام عسى الام عسى الام باسمكم جميعا نرحب باسمه الشيخ سيد بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حمل الفقيد راية الفخار بالوطن ولم يدخر جهدا في العسف على سنفونية الخلود ولذا جاء نغم الوداعي مفاجئا فتوزعت في جوانح النفس أعراض ألم الفقد وترنحت الكلمات في مسافات البوح والرثاء مع قصيدة للشعر على جانب أمير الشعراء في الدورة الأخيرة السلام عليكم ورحمة الله أصحاب السمو من السادة الشيوخ سيد رئيس المركز السادة الحضور تحية من عند الله مباركة طيبة كلما تذكرت فقيدنا الغالي ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وإني لأرجو أن يكون محمد خلف المزروع في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدتي دمع الفجاءة حيث كانت الحادثة الأليمة مفاجئة لنا جميعا جري أنينك يا ربابة جري أنينك يا ربابة وجرحي قلبي ولا تترفقي بضلوعي أنا مطفأ العينين من دمع البكاء والحزن يصهرني كدمع شموعي مخطوفة روحي وعقلي ذاهل متحير في صرختي وخشوعي أبكي على تلك المرؤة كلها مدفونة في تربة المزروع أبكي على الشهم الوفي على الذي أخذ الرضا ومضى بغير رجوعي أبكي الفتى العربي زينة ربعه حلوى الشماء لصافي الينبوعي أبكي ولكن الدموع تخونني فيطق جمر من مكان دموعي آهن على فقد الرجال آهن على فقد الرجال وفرحة الأنذال في مرسى بغير قلوعي كاد ابن زايد أن يلين لفقده لو لا مقام جنابه المرفوعي ومن الوفاء يبكي الرجال على الرجال بكاء بكاء عين غير ذات خضوعي ويلي على الفندي يفدي خاله بين الوداع ودهشة التفزيعي ويلي على خال يرد عن ابنه لقيا النيا وبشاعة الترويعي كل يفدي بالحياة رفيقه لكن سيف الموت غير مطيعي لو أن كف الموت لو أن كف الموت تقبل فدية لفديت بالموصول والمقطوع لكن حين المرء نجم دائر فإذا أتاه فليس بالمدفوع يا جامع الشمل الكريم بمجلس يا جامع الشمل الكريم بمجلس أنت الوحيد به أخي وشفيعي أنا لا أصدق يا محمد أننا ندعو فنلقى منك غير سميعي أنا لا أصدق أن شمسك غربت رغماً وباتت غير ذات طلوعي أنا لا أصدق أن أجيأك زائراً وتغيب عن لقياي أو توديعي والأصدقاء بكل دار صاحب متهدج الأنفاس في الترجيع كل يكذب ما يقال وقد على دق الطبول بقلبه المخلوع آهن على الرجل الذي لاقيته فلقيته صدراً بغير دروعي كان الأخ المرجوب والظهر الذي يؤوي إليه الناس غير جزوعي لا تتق الجارات لا تتق الجارات ريبة عينه لأمانة الأخلاق غير مضيعي متواضع في ثوبه وحديثه في هيبة جلّة بغير خنوعي في رأيه برق الحقيقة خاطف ما بال رأيي مثقف موسوعي يا حاملي نعش المسافر مفرداً بالله رفقاً بالأخ المصروعي امشوا به هوناً فإن لأهله قلباً يجف من الأسى المنقوعي يا صبر يعقوب لرحلة يوسف هل تستجيب لقلبي المصدوعي يا أم موسى أين قلبك لمرئ فقد الشقيق وخاطر مفجوعي من مصر من دار الوفاء رثيته وبمصر كم قلب به موجوعي في جنة الفردوس يبنى قلوبنا وإلى جوار الله يا مزروعي شكراً كان لمحمد خلف المزروعي صداقات مع الكثيرين سواء ممن درسوا معه أو عملوا بجانبه أو كانوا من روادي مجلسه الطيب وما أكثر الأصدقاء الذين كانوا يودون لو أتيحت لهم فرصة الحديث عن الصديق الذي فقدوه كلمة أصدقاء الفقيد للأستاذ راشد العريمي رئيس تحرير جريدة الاتحاد السابق سمو الشيخ سيف بن زايد المهيان أصحاب سمو الشيوخ سعادة مدير المركز أيها الحضور الكريم أحاول أن ألملم ما تشتت من أفكار وما تبعثر من كلام لأقول في هذا اليوم بعض ما يوفي أخي محمد حقه وإن قصرت في الحديث اللائق به فلأنني على يقين بأن ما قد أنجزه باق يفصح عن نفسه وهو خير ما يحدثنا عنه وشاهدنا في ذلك ما تركه الراحل خلفه من منجزات تشهد له بالحب والتفاني في خدمة الوطن الغالي كان محمد الصديق الذي يملأ الجنبات عملاً وحباً لا حدود لهما كان ملاذاً للبوح وللود تتلاشى عنده الأحزان والهموم وكان ملجأنا حين تفتر الهمم وتتقاعس الأبدان عرفته مسؤولاً في العمل وأخاً وصديقاً في الحياة وكان في الحالين ملهماً ومعلماً تقوده همته إلى العمل وكأنه كتيبة من المقاتلين الذين تحثهم روح البطولة والفداء يومه أيام وساعاته ساعات يصعب أن تصدق أن رجلاً واحداً استطاع أن يترك بصماته على كل هذه المواقع وحبه في كل هذه القلوب همته العالية كانت تجعله يفترض في الآخرين أحياناً أنهم يستطيعون أداء ما يؤديه ولربما أثقل معاونيه بالمهام قياساً إلى ما يمتلكه من طاقات فيما يحثهم حبهم له على العمل بأكثر مما يستطيعون ولربما اكتشفوا في أنفسهم طاقات لم يكن يعرفونها إنه التصميم الذي كان محمد يزرعه في النفوس كان بخلف متواضعاً زكياً نفس يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذين يألفون ويؤلفون قدرته على دخول القلوب بلا استئذان كانت تحيرنا نفسه الزكية تبدو حتى في لحظات النقاش أو الاختلاف الخلاف مع الود هو أكثر ما يميز الرجال الكبار وكان الراحل كبيراً حتى مع الذين خاصموه وما أكثر ما تحولت الخصومات إلى تقدير كبير وصداقة وثيقة أبحث اليوم عن الأخ عن الأخ الوفي الذي يسكن تفاصيل الود المفتقد فتخرج مواقفه لتقول لي غادر ولم أغادر أبحث عن الرجل الذي يقول نذرت نفسي للإمارات وإنسانها ولم أرحل قبل أن أنثر حبي لوطني على كل حبة رمل فيه وعلى كل شبر من هذه الأرض التي أعطتنا الكثير وتستحق أن نعطيها أكثر كان محمد رحمه الله قد زين مجلسه بجدارية ذات فكرة مبتكرة جمع فيها أخلاطا من تراب الإمارات من مختلف مناطقها جمعه من رمالها ووديانها وجبالها من السلع وإلى الفجيرة وكان رحمه الله فخورا بجداريته يرى فيها تجسيدا للحمة الإمارات ودولة الاتحاد إنه الحب والإيمان بالوطن الذي صاغته الفكرة إبداعا وفنا في تلك اللوحة الجدارية النادرة أبحث اليوم عن محمد في كل إطلالة أو إشراقة إعلامية فتتوضح الرؤية لفكر أراد إعلاما مختلفا يقف إلى جوار الإعلام العالمي فكر يؤمن بدور الإعلام في تسيير الحياة والتغيير فيها وبقدرة الإعلام على جلاء الصورة المتكاملة للإمارات ودورها الحضاري كما أراد القادة لها أبحث عن الثقافة الحقة فأراه محلقا في تعزيز دور الثقافة في حياة الإمارات والمجتمع وعلى راحتيه كان يحمل إرث الإمارات وتراثها ليقدمهما كما يجب أن يكون التقديم ومن فكره المتوهج خرج برؤية ثقافية متكاملة تقوم على كشف الوجه الثقافي للإمارات وفي الوقت نفسه تعمل على تعزيز دور الثقافة في زمن طغى عليه الاستهلاك صديقي محمد برحيلك الصادم افتقدت الإمارات واحدا من أبنائها الذين يملكون مشروعا وفوق ذلك صبرا وجلدا على العمل والمتابعة وبرحيلك فقدنا صديقا ومثالا وقدوة في العمل والتفاني ولا أدل من ذلك من الوجوه الكريمة التي تقاطرت من كل مكان تعزي بك وهي غير مصدقة أنك رحلت أيها الأخ الصديق ستبقى موجودا فينا بآثارك وسنتمثل إخلاصك لمسيرة الإمارات وعملك الدؤوب بصمت وبلا جعجعة لعل ذلك يكون في ميزان حسناتك وهناح اليوم حولك نجتمع لتؤنسنا بحضورك في الغياب فالأوفياء أمثالك يؤنسون وحشتنا ويسعفنا صدى كلامهم كلما استعصى علينا طيب الكلام وفاض بنا الحنين إلى طيب المعشر رحمك الله يا محمد رحمة واسعة وأسباغ عليك من فضله وغفرانه وألهمنا جميعا الصبر والسلوان والسلام عليكم أسرة الفقيد التي فجعها للمصاب وجدت المواساة في كلمات الناس الطيبين ولمسات الوفاء التي عبر عنها أصدقاء محمد خلف وأحباؤه فكان لذلك أعظم الأثر في نفوس أفراد أسرته جميعا مع كلمة شقيق الفقيد سعادة اللواء الركن طيار فارس خلف المذروعي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بسم الله الرحمن الرحيم زيدي سمو الشيخ السيد مزايد نهيان 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 مجلسة الوزراء وزير داخلي معالي الشيخ سلطان مطحنون سعاد الدكتور جمال السلام عليكم أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صعبة هي المنابر وعصي علي الكلام وكيف لي أن أحدثكم عن أخي محمد رحمة الله عليه حديث من يتحسر ويتذكر وهو الذي كان كل يوم يخبرنا عن مستقبل آت جميل وحياة فرحة مزدهة كان الفراق أليما فقد مضى محمد كالشهاب يلتمع في السماء ويختفي تاركا لأثره أن ينعش الذاكرة فليتك كنت تسمع وما قيل في مجلسنا هذا اليوم يا محمد لتعرف كم من عشت من الدواكر وكم من طيب الكلام جرى على السنة محبك كان محمد أيها الأخوة لاما للشم راسما للفرحة تافعا للعمل من أجل بلده وكم كنت أسعد وأنا أرى مجلسه يعجب الشباب الإماراتي ويتحول في كثير من الأوقات إلى ورشة عمل وكان ذلك أقصى ما يفرحه ويبهج وهو الذي كان لا يفرق من نشر حتى يدخل في آخر ولا ينتهي من تحقيق حلم حتى يحلم من جديد كانت حياة محمد حافلة بالعطاء فمن عمل إلى عمل والحياة عند الذين نذروا أنفسهم للوطن وإنجاز ربما لم نفكر يوم وهو بيننا أن نحصي وأنجزه ولكن الرحيل المفاجئ فتح لنا سجله المطوي فإذا هو حافل بأعمال ومشارع لا نحصي لها عدا كانت روحه معلقة بأهداب وطنه الإمارات وهو الذي تنفس من حبات رملها وتعلق بسعف نخلها وتماهى بأنسائها وأنسامها وأمن بمشروع قادتها كان محمد من الجيل الذي فتح عينيه على بلد ناهض يستحق العطاء فنذر نفسه حتى صار يراج سعادة في نماء وطنه والراحة في رفعته فلم يدخر جهدا في سبيل ذلك وكثير ما وصل الليل بالنهار حتى يكون وفيا بعهده الذي عاهد الوطن عليه واليوم يرحل عنا محمد ولكن دفق روحه لا يقيب عنا ونبل مشاعره لا يزال يشعر في حياتنا وعزمه وتصميمه سيظلانا ملهمين لكثيرا من الشباب الذين رأوا فيه خير ضدوة يرحل محمد ويبقى الوطن الذي آمن به وتبقى الأمرات شامخة بأهلها الطيبين وقادتها الحكومة تبقى الإمارات الوفية لأبنائها الحريصة على تكريس الوفاة في مقدمة القيمة التي يتحلى بها أهلها والتي تقدر جهود أولادها المخلصين فتركمهم أحياء وراحلين يرحل محمد وتبقى الإمارات إمارات زايد وخليفة وأخوانه وهذا قاية ما كان يريده في عيدنا ضاحل فقاية العمل أن تبقى الأوطان أي محمد أحبائك اليوم هنا يحيون ذكراك في غيابك الذي هزل جميعا ومع دفع كلماتهم ومشاعرهم النبيلة ازداد فخرا بأني بعض منك وأنك بعض مني فلك الرحمة والمقلة في العلاء ولما حبينك وإخوانك ورفاقك جزير الشكر والامتنان على وقوفهم إلى جانبنا ومواساتنا في مصابنا أيها الأخوة الكرام بأسم أفراد عائلتنا نشكركم جميعا قادة وأهلا وأصدقاء جيران وقارب رفاق درب وعمل على حضوركم وكلماتكم ومشاعركم السامية النبيلة التي كانت بلسما لجراحنا وعونا لنا في مصابنا الجلل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا حمى الله لإمارات وأهلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي ختام ملتقان هذا هذا يتشرف مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وسعادة الدكتور جمال سند السويدي بتكريم عائلة الفقيد محمد خلف المذروعي عرفاناً بمكانته في خدمة الوطن والثقافة والانتماء ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا حضورنا الكريم شكرا لمشاركتكم التي نقدرها حق التقدير وجزاكم الله كل خير وندعوكم جميعا إلى تناول الغداء شكرا شكرا شكرا